بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم أهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بإذن الله بنتكلم عن الحاجة اللي بيعملها الأخ دهوت تمام؟ الأخ السوداني ده أو الأفريقي دهوت الفيديو ده جاي لي من ليبيا تمام؟ فصاحبه بيسأل يعني احنا بنعمل كده فأنا ليه تحفظات على العملية دي أول العملية دي بيسموها الترئيد الأرضي للطماطم لأنه أنت عندك حاجتين فيه ترئيد أرضي وفيه ترئيد هوائي الترئيد الهوائي اللي هو الترئيد بتاعنا احنا اللي احنا الطماطم أول ما بتوصل لسلك حمل المحصول عشان ما يحصل لها مشاكل حرارة أو يحصل لها مشاكل برودة في الشتاء بنبدأ ننزلها تاني تمام؟ وعشان ندخل إضاءة لأن الطماطم لما بتوصل كل البيت لسلك حمل المحصول تقريبا الإضاءة داخل البيت بتبقى يعني لا تتعدى الـ 15-20% والباقي بيبقى كله ظلعم تمام؟ فعلشان إحنا نعمل إضاءة كويسة فبننزل الطماطم تاني وعلشان ما تتعرضش القمة النامية للأمراض مش هعرف أرشها هتتعرض للحرارة العالية وما فيش عقد فيها هتتعرض للبرودة العالية اللي هي هتبقى فوق فيه قريب من سلك حمل المحصول تمام؟ طيب ده الترقيد الهوائي اللي احنا نعرفه وطبعا بيوصل لعشرة متر وموس كده يوصل لأكتر من كده كمان أنا كنت عندي في السعودية مثلا كنت برقت تلات مرات بتوصل تلاتة متر حمل المحصول عندهم البيت مرتفعة شوية بتوصل لحمل المحصول تلاتة متر بننزل تلاتة أو أربعة مرات ما فيش أي مشكل خالص طالما القمة النامية بتاعت النبات شغالة كويس وطالما النبات السمك بتاعه كويس وطالما الحالة الصحية بتاعت النبات كويسة بنرقت فيه أكتر من مرة وممكن حضرتك ترجع لفيديو ترقيد الطماطم تمام؟ ترجع لفيديو ترقيد الطماطم الأخ ده بقى بيعمل ترقيد أرضي وليس هوائي هو بيعمل الغرض من العملية دي الأساسية يا جماعة أول حاجة الغرض من العملية ده هي إنه هو يستفاد بالتلاتين أربعين سنطي اللي هما في الأول دول بدل ما يبقى ما فيهمش سمار أو السبع تمن عقل اللي تحت دول بدل ما يكونش فيهم سمار لا الراجل ده عايز يبدأ سمار منين من تحت الأرض عايز يبدأ سمار منين من تحت الأرض أقول تاني من تحت الأرض يعني من عند زيره تربة كده يبدأ ياخد عنقين تمام؟ القصة دي ممتزة جدا تمام؟ تاني حاجة الغرض من الموضوع اللي الأخ ده بيعمله حاجة تانية كمان اللي هو إيه إنه هو لما برقد الساق دهوت الساق دهوت المنطقة اللي كان 20-30 سنطر اللي برقدها ده تقريبا وصل لـ 40 سنطر لأنه أعتقد المسافة بين النقطة والآخر ممكن تكون 20 سنطر تمام؟ الأخ ده بقى بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده علشان المنطقة دي كلها تتحول من ساق أوائية عادية خالص إلى منطقة جزور هتبقى كلها منطقة إيه؟ جزور هتطلع جزور عارضية على طول الحتة اللي هو أو المسافة اللي هو برقدها دي تحت الطربة هتطلع كلها جدور مجرد ما تاخد مية واحد أسبوع واحد بس هتبصت لقيها ضربة ابتدت تضرب جدور من كل ناحية وهيبقى عنده استفاد بأنه هيكون عنده مجموع جزر قوي طالما مجموع جزر قوي يا جماعة يبقى هيكون عنده إيه؟ هيكون عنده امتصاص للعناصر بطريقة محترمة جدا العناصر عنده هتكون محترمة جدا تمام؟ الامتصاص بتاع العناصر يبقى هو استفاد أول إفادة منها أنه هو هياخد الشمريخ الزهرية أو الكلاسترات أو الطماطم يعني عنقود الطماطم هيبدأ من بعد يمكن 10 سنط من طربة أو 20 سنط بدل عندنا ما بيوصل في بعض الأماكن لـ 70 سنط دي أول حاجة عنده تاني حاجة عنده أنه هو النبات بتاعه هيطلع قوي هيطلع قوي ليه؟ النبات بتاعه النبات بتاعه جماعة هيطلع قوي علشان الرجل اللي انت شايفه ده هو المنطقة دي كلتها الموجودة دي كلها هتبقى جزور هتبقى شبكة جزرية عبارة عن شبكة جزور تمام؟ وبالتالي هكون عنده نبات قوية بس فيه مشكلة فيه مشكلة العملية من حيث اللي بيعمله ده ولا أربع يعني تمام؟ العملية دي ممتازة جدا بس فيها مشكلة فيه المشكلة؟ إن العملية دي يا جماعة لا يمكن تنفع في الأراضي التي تحتوي على الملوحة يعني لو واحد عنده أرض فيها ملوحة اعمل حسابك ده ضمار شامل للملوحة للنبات عنه ده ضمار شامل للنبات ليه؟ لا ملوحة في ميت الري ولا يكون في ملوحة في التربة نفسها ويمكن ملوحة الأرض متأثرش زي ملوحة التربة مع إنه هما الاتنين بكملوا بعض لأنه أنا لو عندي أرض عسبة وبضيف مية ملحية يبقى نفس الغرض تمام؟ ده ما يحصلش يا جماعة فيه الأماكن اللي فيها ملوحة عالية ليه ما يحصلش في الأماكن اللي فيها ملوحة عالية؟ لأنها هيحصل عملية بلزمة يعني بلزمة يعني بدل النبات هيتهرى هيتهرى اللي هو رقاده ده في التربة اللي انت بشوفه بحطه في التربة ده هيتهرى والأملاح هتاكله خالص وهيبدأ النبات يصفر يصفر ليه؟ لأن بدل النبات ما يوصل عن طريق الجدر عناصر الغذائية والمية ما بتوصل من خلال الجدر تطلع لفوق للنبات لأ ده هيبدأ هيحصل العكس ليه؟ فيه حاجة بسماها قوة الشد الرطوبي أو إنت لو إنت مجروح جرحي كده وحطت عليه ملح هتبصت لاقيه بيونبط كده بيونبط ليه لأن الملح بشد لإيه؟ بشد الدم يبقى قوة الشد الرطوبي لو القرفها ملح هتبقى أكتر وبالتالي هيبدأ يشد المية اللي موجودة في النبات وبالتالي النبات هيتبل ويموت ده طبيعي تمام؟ أنت لما بتتبح فرخة ولا بتاعه ومش عايز فيها دم وتحط علىها ملح الملح ده بيعمل ايه؟ بشد الدم اللي فيه لأن قوة الشد الرطوبي الرطوبي اللي هي المية يعني قوة شد الأنسجة فيها مية محتفظة بالمية بالخلايا اللي بتاعت الأنسجة محتفظة بالمية طب بس الملح زيت برة وقوة الشد بتاعت الملح أكتر من قوة الشد اللي داخلها الخلايا بتاعت النبات من اللي هيغلب الأملاح؟ هيحصل ارتجاع للعناصر الغذائية من النبات ده هوت من المية قصدي اللي في النبات هتحصل ارتجاع من المية اللي في النبات ده هترجع ليه التربة طالما التربة عند حضرتك ملحية يبقى القصة دي ممتازة جدا ممتازة جدا 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 ولكن يعاب على القصة ده هي ان هي بتعتبر انتحار وبتعتبر دمار شامل للأرض بتاعتك طالما حصل فيه حاجة ان هو ايه؟ ان هو يكون عندك أملح زيتة او ان يكون عند حضرتك ملوحة في مية الري أو في التربة او تكون كمان اللي يزيد الطين بلا بقى لو عندك الأرض تقيلة او فيها يعني فيها معدل الطين ان الصرف بتاعها مش كويس يعني في أراض العراق القصة دي ما تنفعش جدا اطلاقا عايز ارض اول حاجة ارض رملية ارض رملية تمام التمام يوجد فيه او الارض اللي بيعمل فيها الاخ ده كويس تمام ارض الحمراء وبتاعت سوريا والارض الرملية بتاعتنا العادية السافي دي ده ينفع فيها تمام التمام وهياخد منها محصول كويس جدا تمام وهي مش عملية مش جديدة يعني هي عملية قديمة بس انا بحذر منها لو عندك أملاح اياك تقرب لها اياك تقرب للقصة دي لو عندك أملاح اياك تقرب للموضوع ده لو عندك أملاح تمام لان الاملاح هتعملك مشكلة كبيرة خالص فيها تمام يبقى دي رقم واحد ان انا ما يكونش الارض عندي تكون رملية عشان اعملها وان الميا عندي الارض عندي ما يكونش فيها تركيز املاح عالي ولا الميا اللي انا بروي بيها يكون تركيز الاملاح بتاعها عالي لان معنى تركيز الاملاح عالي ان هو هيحصل لك ارتجاع للمية او اللي موجودة داخل النبات هتطلع وترجع خارج النبات والنبات ده بعد ثلاثة اربعة ايام اسبوع واسألوني انا مجرب بعد ثلاثة اربعة ايام اسبوع هتبص تلاقي الدنيا اصبحت مش كويسة بالمرة اما لو الارض بتاعتك سليمة الارض بتاعتك سليمة ممتازة الارض بتاعت حضرتك ما فيها بخافيء الصرف بتاعها كويس عندك الايدي العاملة كتيرة ورخصة ابدأ اعمل القصة دهية لانها هتطلع لك نبات قوي 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 جدا عدد الكالاسترات عندك اللي هو المسافة ما بين العنقود والتاني هتبقى محترمة جدا 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 غش الطريقة من الرجل دهوت ويعملها تمام وهي هتلاقي نفسك يعني ما شاء الله الدنيا زي الفل معاك لان انت بالعملية دهية زي ما قلت لك انت زودت الجزور العرضية انت زودت الجزور العرضية بالنسبة للنبات اللي حضرتك شايفه ده وتجوز الجزور العرضية زادت جدا وبالتالي قوة الامتصاص بتاعت العناصر هتكون مرتفعة جدا 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 وهتشوف نبات ولا اروع هتشوف نبات ولا اروع ولكن بعد العملية دهية المفروض نضيف ميا كتير وبعد كده بنبدأ نحط اي مزيل املاح اي مزيل املاح تمام اتلاقي دنيتك بسم الله ما شاء الله كويس جدا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله جميعا اشتركوا في القناة